الندوة الدولية هي ممادرة جزائرية محدة استجابت لها بعض الدول العربية نعم تغيبت بعض الدول التي ما زالت ترافع ترافع أقول ترافع عن القضية الفلسطينية وترافع من أجل التطبيع وأقول أن القضية الفلسطينية يكشفت عورت بعض الأنظمة العربية الخبيثة التي خانت القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نقول أن الجزائر مازالت اليوم وغدا متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف أستاذ محوس في أقل من دقيقة لو سمحت زمنيا كم من الوقت يكفي لإعداد ملف كامل يدين جرائم الاحتلال الصهيوني وما هي الجوانب التي يجب التركيز عليها في هذا الشهر طبعا هذا يقتصر على الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات ومن الدعم الذي يكون من قبل الدول ومن الحكومات بصفة رسمية نحن في الميدان للأسف الشديد من بين الدول القلائل التي تدعو إلى اتخاذ المعركة القانونية وهذا شرف يرجع لنا هي الجزائر والتي كما يعني العالم يشهد بأنه توجت بهذا الملتقة أما عن المدة الزمنية فأعتقد بأنه بما أن هناك مبدأ بعدم تقادم هذه الجرائم فإن الأمر مرتبط كذلك بمدى توثيق الأضرار التي لحقت قد تحديد كذلك المسؤولين الذين كانوا وراء هذه الانتهاك طيب ثلاثين ثانية الأخيرة لك أستاذ أحمد الشحاد ضيف من مصر يعني لك يعني الكلمة ليه تعقيد بس على اللي تقال يعني من الديفق الكرام فكرة أن الدول العربية متواطئة ضد القضية الفلسطينية يعني لفظ مبالغ فيه جدا يعني أنا أرفضه الفكرة في الأخير أننا نتكلم لا لا دي حقيقة بالوقت ناظرة لا لا أنا أقول لك فقط لماذا مصر مثلا بعض الرفاح بعض الرفاح هو مصري أراضي مصرية لماذا لا تتحكم مصر في أراضيها هل صاحب الأرض يكون بواب؟ يعني من العار ومن العيب أن الشعب يباد عن بكرة أبيه والأخ يتفرج من بعيد يعني هذا غير مقبول هذا لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا في الدم ولا في العرق ولا في الدين لا 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 أرفض الكلام دا الكلام دا كله دي وجهة نظر سطحية حضراتك ما عندكش معلومات كاملة عن هذا الموضوع لا يزيد أحد على الدور المصري من تعرق الجمهورية العربية المصرية أنا أعرف هذا جيدا لا أقبل لا يزيد أحد شخصي كالكريم لا 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 لو سمحت هل دينا فرصة عقب ولا أطلع برا المدخل يعني لو سمحت الدور المصري لا يزيد عليها أحد مصر هي من حربت هي من فعلت هي 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 وعلاقاتها وكتبت مسترقة معها هذا الكلام من ضيوفي هنا في الأستوديو يعني يأتي انطلاقا من هرولة بعض الدول العربية إلى التطبيع حقيقة معروفة دوليا وعالميا ولا يمكن التسطر عليها دعاة التطبيع معروفين ويعني مكشوفين للعالم من عرقل المقترحات الجزائرية في مؤتمر الرياض؟ من عرقلهم؟ أول دولة عرقلت فاته المقترحات الجزائرية الخمس هي مصر مصر والإمارات والسعودية هؤلاء من عرقلوا المقترحات الجزائرية سبحان الله أستاذ روينة لو سمحت يعني دعنا نعطي الكلمة إلى الأستاذ نعم تفضل أستاذ أحمد سأقول فكرتي بس لا تقولش أي فكرة من اللي أقولت على فكرة يعني من يقوم بأدوار الوساطة هي الدولة المصرية والدولة ودولة قطر ويقوم بغدور فاعل طيب فضع هترد حضرتك ولا تكلمنا؟ على كل حال أشكرك الأستاذ أحمد الشحات يعني ضيفي من مصر الاستشار في الأمن القومي والإقليمي أشكرك لتوجدك معنا في هذه الحلقة